اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح تعد الحلبة المطحونة من اهم العناصر النباتية الحولية الطبيعية التي تنتمي الى الفصلية البقولية وتقسم الى نوعين رئيسيين هما الحلبة البلدية ذات اللون الاصفر والحلبة الحمراء او حلبة الخيل يختلف النوعان اختلافا جذريا عن بعضهما كما تمتز الحلبة العادية بقيمتها الغذائية العالية جدا اذ انها غانية بالفيتامينات والعناصر المعدنية والاملاح يمكن استخدام مسحوق الحلبة بعدة طرق اما عن طريق تناوله كأحد المشروبات الطبيعية الساخنة واما عن طريق اضافته الى الاطعمة المختلفة واطباق الحلويات واما عن طريق دخوله كعنصر رئيسي في الوصفات والخلطات الطبيعية الخاصة بعلاج المشكلات الجمالية والصحية المختلفة وفيما يأتي سنذكر ابرز فوائد الحلبة المطحونة فوائد الحلبة المطحونة تضبط مستوى ضغط الدم في الجسم لاحتوائها على البوتاسيوم تحارب العدوى الجرثومية المختلفة تقوي الجهاز المناعي تقي من الالتهابات المختلفة كما تقي من الحساسية بسبب احتوائها على فيتامين جيم تقوي الوظائف العقلية بما فيها الفهم والتركيز وقوة القدرة على استرجاع المعلومات أو قوة الذاكرة لاحتوائها على الفسفور والتربوتوفان تعالج مشاكل الجهاز التنفسي وتقي من عسر التنفس والسعال والزوكام تخافف من الاعراض الناتجة عن الاصابة بالانفلونزا ونزلات البرد الشعبية وتطرد البلغم كما تشفي التهاب الحلق والشعب الهوائية وتعالج اثار الحروق البسيطة وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك عسر الهضم والغازات والانتفاخ تعد من أفضل المدرات الطبيعية لحليب الأم مما يجعل منها عنصراً أساسياً للنساء المرضيعات كما أنها مفيدة لهن خلال فترة الحمل حيث تضمن النمو السليم والمتكامل للجنين وتقيه من التشوهات الخلقية وتسهل الولادة الطبيعية وتخفض معدل الكوليسترول في الدم وتخفض معدل السكر في الدم وتفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بأنواعه تخفض معدل الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم حيث يعد كل منهما من المسببات الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية وانسداد الشرين حيث يعيقان وصول الأكسوجين إلى الدم وتفيد جداً لإنقاص الوزن حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف المساعدة على رفع كفاءة عملية الأيض وتمنح البشرة نظارة عالية كما تقوم ظهور علامات التقدم في السن تعالج الأمراض الجلدية كالصدفية والأكزيمة تقلل من حموضة المعدة كما تعالج تهيج القولون وتنق الدم من السموم تخفف الأوجاع المرافقة للدورة الشهرية وتكافح الإرهاق والإجهاد البدني وتعالج الجهاز العصبي انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر